اشتركوا في القناة وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة والشوكة هي أداة للاختراق فكرينا لما رب قال للشاول قبل ما يتحول يبقى بولس قال له صعب عليك أن ترفز مناخس أي الحاجات الشائكة الحاجات التي تتعوّر صعب أن ترفزها فهنا يقول الخطيئة هي الشوكة الموت أي بسبب الخطيئة الموت جاء فبالتالي النهاردة لو أنت بتسلك بعكس الهدف الإلهي أنت بتجلب الموت على حياتك رغم أنك أنت مولود من الله الشوكة هي أداة اختراق أداة تنغيص أداة ألم عشان كده كل ما أنت بتمشي بالكلمة أنت بتبعد عن هذا القانون لا يسري عليك وأنت على الأرض هنا أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ ما سبناش نخمن إيه الشوكة بتاعة الموت أي إيه الأداة جلبت الموت وجعلت الموت يدخل هي الخطيئة؟ إيه قوة الخطيئة جاية من نموس؟ نموس هنا مش نموس موسى لكن مش غلط أنه يكون بيوحي عن نموس موسى هنفهمها إزاي؟ النموس هنا أي معناها نموس الخطيئة النموس الذي هو ذكر في روميا سبعة روميا تمانية مرة أتكلمت عنه فبالتالي النموس هو الطبيعة الشريرة أي الطبيعة أي القانون الشرير الجوى البشر فبالتالي نقول لن تظهر قوة هذه الخطيئة من غير النموس لو هنتكلم عن نموس موسى هنوضح دوا في روميا سبعة قال من غير نموس موسى روميا خمسة لكي نفهمها نحن نقتفي ونفهم الموت الذي يسوع هزمه موضوع ليس قصة أن يسوع كان ميت وقام موضوع أعمق من هذا روميا خمسة روميا خمسة وعدد أي إلى أن جاء نموس موسى كانت الخطيئة في العالم على أن الخطيئة لا تحسب لم يكن نموس معنى كده معنى كده أن النموس بتاع موسى كشف قوة الخطيئة فبالتالي قوة الخطيئة ظهرت عبر اكتشافها بالنموس خلينا نفهم أكتر لو نرجع تاني كرونسول أولا خمسة عدد خمسة وخمسين أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هواء؟ أما شوكت الموت فهي الخطيئة الخطيئة هي التي جابت الموت ودخلت الخطيئة للأرض قبل الأرض إبليس سقط قبل الأرض قبل أن آدم يدخل إبليس في الأرض فبالتالي ما الأخطأ قبل الإنسان هو إبليس إبليس أخطأ فبالتالي بدأ الموت مفعول الموت بدأ يتشال من العلاقة مع الله الموت بدايته بدأ أن هو الترد لم يعد في علاقة مع الله في اللحظة هذه نزل الهاوية وأول ما بدأ يتكلم مع الإنسان والإنسان يطيعه صار الإنسان خاضع للمملكة دي وبدأ يعمل مملكة وكأنه استحوذ على المنطقة بتاعت السجن بتاعه اللي هي الهاوية من الهاوية فيه حاجات بتخرج للأرض تقذي الإنسان عش تبقى فاهم الموت اللي عمله يسوع إنه عدى في الحتة دي بنفسه عش تبقى فاهم القيامة قد إيه يسوع نزل إلى أدنى المستويات مخصوص علشان الإنسان إزاي الخلق يوصل لكده ده علشانه مش عشانه هو مش عشانه هو ضعيف لكن انتصر افتح معي رؤية تسعة وعدد اثنين ففتح بقر الهاوية فصعد دخان من البقر كدخان أتون عظيم كده يحصل في الضيق مش للمختطفين هيدقوا الكلام له لكن كده يحصل في الضيق الاختاف حصل في رؤية أربعة عشان كده احنا بنحكي فيه أثناء الضيق ففتح بقر الهاوية فصعد دخان من البقر كدخان أتون عظيم فإزلمت الشمس وجو من دخان البقر ومن الدخان خرج جراد على الأرض فأعطي السلطان كما لعقارب الأرض سلطان وقيل له ألا يضر عش بالأرض ولا شيئا أخضر ولا شجرة الماء إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جباههم معنى كده فيه حاجات بتطلع من الهاوية تؤثر في الأرض يسوع نزل في الحتة دي مصدر الأذى كله مصدر الضرر كله يسوع نزل تحت في الحتة دي يسوع وهو في الحتة دي تحت منطقة دي ليست منطقة سلسة ولا سهلة لمنطقة مليانة بالألم والعذابات واللهيب هي دي سطح الجحيم الهاوية والموت هو عبارة عن الأداة اللي الله عملها علشان يقضي على إبليس وما كان شيء يتم القضاء على الإبليس من غير الإنسان فكان الإنسان جاي يملك على الأرض ويمشي على الأرض هذه الخطة الإلهية وأول ما يصبح مرحلة معينة سيقول الإنسان كل من شجرة معرفة الخير والشر عشان تقضي على الملائكة الساقطة دي وكان إبليس معرفين وشرحت قبل كده أن جهنم البحارة المتقدة بناول الكبريت معدل إبليس وملائكاته ليس للبشر أول ما بدأت الناس تقتنع بفكر إبليس نزلت معي في الحتة صارت في الحتة اللي عمله يسوع هو أنه نزل هذه المنطقة بنفسه علشان إحنا ما ننزلهاش افتح معي أعمال اتنين تفتكروا قصة العازر والغني بطرس هو بيوعظ في يوم الخمسين أعمال اتنين على تنين وعشرين أيها رجال إسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال يسوع النصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون هذا أخذتموه مسلما بمشروعة الله المحتومة وعلمه الصابق وبأيدي أثما صلبتموه قتلتموه الذي أقامها الله ناقضا إيه؟ أوجاع لفظ أوجاع نفس الكلمة في اليوناني مش تقق منها لما كان الغني بيتعذب الغني والعازر يسوع عد في الحتة دي وقدر يكسر هذه الأوجاع الثلاثة أيام الي يسوع بعد ما أسلم الروح نزل في المنطقة دي تحت هي دي المنطقة اللي بتطلع الشرر الأرض هي دي يسوع نزل تحت ناقضا أي متخلصا منه وكاسرا قيود أوجاع الموت إذن هو عد فيها إذن لم يكن ممكنا أن يمسك منه لأن يسوع شال الخطيئة نزل في الحتة دي ما نزلش منطقة العازر منطقة اللي هو حدن إبراهيم ليه؟ عشان شال الخطيئة فهو دلوقتي محسوب في الحتة دي نزل في المنطقة دي وبدأ يتعامل مع هذه المملكة وهذه المنطقة اللي مليانة بالشر اللي هي كلها شر وبدأ يتعامل معها الموت هو عبارة عن أداة للإنهاء على إبليس لكن بدأ يستعمل للبشر علشان يقتل به البشر لأن إبليس عارف أن حب الله هو الإنسان اللي صنعه على صورته ففي اللحظة دي بدأ يتعامل ويؤذي الإنسان بنفس الأداة اللي هو في المرحلة اللي فيها بيتحرك ما كانش ينفع الموت يقدر على يسوع كمّل معي لأن داود يقول فيه بدأ يستشهد الإسرائيل كنت أرى رب أمامي في كل حين أنه عن يميني لكي يلقى تزعزع لذلك سر قلبي وتهلل الإنساني حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء لأنك لن تترك نفسي في الهاوية إذن منطقة دي هي منطقة الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا عرفتني سبر الحياة وستملأني سرورا مع وجهك أي في حضورك أيها الرجال الإخوة يسوع أن يقال لكم جهر عن رئيس الأباء داود أنه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم فإذ كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه سبق فراء وتكلم عن قيامة المسيح أنه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا فيسوع هذا أقام الله ونحن جميعا شهود لذلك وإذا ارتفع بيمين الله وأخذ موعد روح القدس من الآب سكب هذا الذي أنتم وأنتم صرونهم وتسمعونهم كان يوم الخمسين ففي الوقت كانت الناس مستغربة فبدأ يشرح أن هذا نتيجة هذا الملء بروح القدس نتيجة القيامة حياتك هنا على الأرض نتيجة القيامة بتاعت يسوع إن ما كنتش بتربط حياتك بيسوع فأنت بتمشي بصورة غير قانونية فتكروا معي مكتب يتكلم ليت كباردا أو حرا أنا مزمع أن أتقياك من فمي بمعنى كن واضح أتبع رب أم تبع إبليس والآية دي حرفية الميوع الروحية الناس تتعامل مع نعمة يسوع بالصورة فيها طالما أنا قبلت يسوع فطالما تذكرت السماء مضمونة خلاص أحرص على حياتها لأن النعمة إن كانت مجانية ليس معناها أن تسيء استعمالها فبالتالي ليتك باردا أو حرا إذا كنت حرا لأي سخن الرب أو باردا أنك بتعلن أنا مش تبع يسوع لكن أنك تكون فاتر هذا ما أخطره حياتك هنا على الأرض مرتبطة بالقيامة أنتوا هتحي بسامنا حي يسوع تكلم معنى يسوع هيعدي على الموت دلوقت هو بتكلم لكن هو قال أنتوا هتحي بسبب الحياة بتاعتي معنى كده فيه ارتباط ما بين حياة يسوع وحياتنا افتع معي يا بطرس الأولى واحد هل القيامة بكل اللي شفناه من الهاوية المصدر للشر المليانة بالأوجاع مليانة بالألمات مليانة بالأشواك المؤلمة اللهي ده ده الوصف المنطقة دي يسوع رحى وداء منها لكن عبر منها مقدرش الموت يمسكه ده السبب أنه طالما الموت لم يمسك يسوع لا يستطيع أن يمسكك الموت ليس فقط الموت الجسدي الموت هو مفعول إبليس في كل الزوايا بدءا من الإحباط ده موت أنك تكون مرتبك وحزين ده موت لا استعلان أشكى رب يسوع أولا بص على تلمزيع ويسألهم ما لكم عبسين كم لا مش طبيعي أشكى رب لما دخل بعض القيامة قالهم سلام لكم فبعض الترجمات جاية هو قمت بيهيص فرحان صيحة انتصار ووقف قدام تلمزه فوجئوا بيه ووقف في نص يسوع عدى في حتة مش سهلة عشان كده وانت بتفهم ده من الصعب أنك تعيش حياتك عادي لأن يسوع لم يكن حياته عادية يوجد ارتباط ما بين يسوع وانت على الأرض ده كلام مش بتاعي يسوع وأنا لا لا افتح معي بطرس الأولى واحد عدد ثلاثة مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي كيف ولدنا بقيامة يسوع المسيح من أمواتك هاللويا معنى كده ميلادك التاني أن تولد من الله أن تقبل يسوع هو ده الاستفادة من قيامة يسوع في حياتك هل بتبتدي بس في أنك قبلت يسوع لا ده بتكمل تستمر حياة القيامة تستمر معاك إلا إذا أنت في النص بديت تشيل إيدك ليتك بارداً أو حراً لو أنت حراً روحياً هتدوق حياة القيامة دي لكنك لو أنت فات روحياً مش هتدوقها يوجد ارتباط ما بين دوا ودوا افتح معي يوحان الأولى أربعة يوحان الأولى أربعة وعدد سبعتاشر بهذا تكملت المحبة فينا أن يكون لنا ثقة في يوم الدين كما هو هكذا نحن في هذا العالم كما هو كما يسوع هكذا أنا في هذا العالم ما قالش في السماء كما هو كما هو بالضبط زي ما يسوع مشي منتصر زي ما يسوع مشي غالب كما هو هكذا هنا في العالم طول الوقت ما أنت بتبص لظروف الحياة بعجز أنت بتمشي بصورة غير قانونية بمعنى أنك أنت وبعض الناس بيفتكنوا ده تضاع لا افتكر في قفص واحد بيقول لي متح مجده هل أنت تمدح المجد بتاعه أم لا بقى أن يورى في حياتك أول ما أنت بتمشي بعجز في الحياة هو دو مفعول الموت بيبتدي من هنا بيبتدي بالشغل في حياتك بالصورة دية إحباط ارتباك هل معنى كده الإنسان ما بيعديش لا بيعدي بس بينتصر رب قال في العالم سيكون لكم ضيق تكلم عن الاتحاضات لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم وإحنا فاهمين دلوقتي أنا قد غلبت العالم إذا أنت تمشوا في الغلبة دية وتمشوا في الانتصارات دية إزاي تحصل في حياتك افتح معي أفاسوس ثلاثة روح القدس عايز يجعل حياتك مضيئة ليست فيها ظلمة ليست فيها انحناء ليست فيها التعب إذا كان إبليس بيحاول يدكك أنت فاهم حياة الله إزاي أفاسوس ثلاثة عدد عشرين والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر واو القادر أن يفعل أكثر من تخيلاتك أكثر من توقعاتك أكثر من أحلامك بعد كده حط حتة في الآية مهمة تفهمها ده مرتبط بيك بحسب القوة الإلهية لا بلا شك يا قوة الله بس بحسب القوة اللي بتسمح أنها تشتغل فيك بحسب القوة اللي تعمل فيك اللي لم تسمح للكلمة تعمل في حياتك لن ترى الأموش أكثر جدا ما تطلب قوة تفتكر عشان كده دي مرتبطة ارجع واسمع سلسلة حسب القوة اللي بتعمل فيك فيه ارتباط ما بين أن الكلمة تسود على ذهنك وأفكارك ومبادئها تدي تصحح في شخصيتك بدل من حياتك كانت طول وقت فيها أمس وزعل وأنك تبقى متدايق تبقى شخص طول الوقت ماشي حياتك بالكآبة والحزن والبكاء لفترات من الوقت اعتقاداً ده اللي بيريحك أو الهروب أو أخذ القرارات السريعة تحت مسمى إن الجريء ده مفعول اللي موت بيشتغل فيك معانا مفترض أنه هزم وأنت مش ماشي بالمفعول دواء في حياتك لأنك مش فاهم الكلمة بحسب ما تسمح كلمة بحسب أي معناها بما يساوي للقوة اللي تشتغل فيك يعني كده معنى كده القوة اللي تشتغل فيها الأول مش تشتغل من السمع الموقف تشتغل فيها الأول فتشتغل على الموقف ما لم تسمح بها تشتغل عليك وتسمح إنها تغير في شخصيتك وتغير في السبيكة بتاعتك حتى لو عرف عنك أنت إنسان متسيم كلمة تقدر تغيرك حتى لو عرف عنك إنك إنسان خطاء كلمة تقدر تغيرك حتى لو عرف عنك إنك إنسان متمرد كلمة تقدر تغيرك حتى لو عرف عنك أي حاجة حتى لو لديك تاريخ أسود روح القدس يشتغل فيك الأول أول حاجة أنك تدوء حياة القيامة عبر الميلاد التاني أن تعنن يسوع رب على حياتك ليس عشان أنت مسيحي يبقى إذن أنت مولود ميلاد تاني لا لازم لازم تعنن يسوع رب على حياتك لازم طوعاً واختياراً تاخد يسوع في قلبك يحصل ميلاد تاني بقوة القيامة دي تستفيد بها من هنا في اللحظة دي يسري عليك الكلام اللي أنا رأى دلوقتي في قفصه الستين عدد ستة وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع معنى كده أنك أنت صرت الآن جالس عن يمين الآب أنت الآن جالس أقامنا معه أقامنا معه مبارك اسم يسوع معنى كده أنه سارع عليك القيامة سارع عليك قوة القيامة أنت من الناس اللي المفترض أنك تحيا القيامة أنت من الناس المفترض أنك تشوف أيدينا روح القدس في حياتك كيف حسب القوة اللي تعمل فيك؟ على قد ما تسمح بالقوة تشتغل فيك على قد ما ترى أكثر جدا لما تطلب أو تفتكر يعني إذا الموضوع مرتبط بالقوة تشتغل فيك التعليم الكلمة تشتغل فيك إذا كنت طوال وقت حياتك تمردية وطوال وقت مش راضي عن حاجة وطوال وقت فيه شكوى فيه جدل فيه طوال وقت فيه دمدمة الكلمة مش واخدة مجراها في حياتك وترجع تقول يا رب تدخل يا رب اصنع شيء اصنع معجزة لو قعدت تقول كده من هنا لعشرين سنة قدام شو تحصل حاجة لازم يحصل تغيير في شخصيتك مطابق للكلمة إذا كنت مش عاطل رب أولوية في حياتك باللحظة دي تتحول إن الكلمة لا تعمل فيك فبتالي لن تعمل في حياتك ولا في ظروفك ده جزء فيه جزء تاني فيه كلمة بتعمل في حياتك لكن فيه جزء تاني إنك بديت تتمعن في جمال هذا الإله وتكتشف في شخصيته وصفاته في اللحظة دي تدخل إلى مستوى التشبع بحضور الله وفهم هذا الشخص هذا الإله نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي او اس لا تتردد في كتابة أسئلتك اختبارك أو تلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل نحن معك لمساعدتك أن تنال مراثك بالرب يسوع نصلي من أجلك الرب يباركك ترجمة نانسي قنقر